يلا مستعد؟ تمام لماذا تستنكف أن تقول أنا من سكنة مدينة الصدر ودائما تغير في عنوان بيتك ليش مرتبع؟ شوف مسلم ممكن أنا وأنت نعم متعايشين بأجواء المدينة تمام أما غيرنا ما أخذت صورة مو حلوة عن المدينة نحن نريد نغير هاي الصورة أبسط مثال نعم أنا إذا ردت أروح للكرخ نعم روحتي أصير سهلة الكل يأخذني أما رجعت أصير صعب نحن ما رجعت نسوارب بصدر هذا الموضوع تمام لكن أنا ما أستنكف مدينة الصدر منجم للمبدعين للممثلين والشعراء مدينة الصدر خرجت فنانين فنانين والريائبين نعم المطربين خرجت كل الفن منبع الفن هي المدينة يعني أنت تستنكف لا أنا ما أستنكف له شنو أنا يعني قلت لك خلي أكمل لك مسلم أكمل براحتك أبسط شيء أنا من أرجع من المنصور قلت لك صار رجحتي صعب من أخذ تاكسي يأما يعلي نسبة الإجور مال الكروة يأما ما يأخذني هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة نعم الشيء الثاني هو اللي أهم عندي أصدقاء مثلا إذا رادوا يعني يوصلوني لبيتنا يوصلوني نص الطريق بالطالبي أقول ما يوصلوني جواه والوقت متأخر ليه شون السبب وماذا فل هذا السبب فل هذا السبب أنا ما جاي أذكر عنوان سكن مو استنكف لا اللي شرف أنه أنا أكون ابن المدينة بس أستنكف لأن أصدقائي شرف أكيد نكون أولاد مدينة الصدر هذه المدينة المجاهدة والمهمة جدا على مستوى بغداد والعراق تحياتنا تحياتنا يكيد لكل أهالي من تصدر وإن شاء الله منها هشة تستنكف مو تستنكف بسلا أنا أفتخر بي لأن هذه المدينة متروسة بالمبدعين صح وبالضبط تكيد